السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام اليوم إن شاء الله نتحدث عن درس خفيف وبسيط وهو علامات رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر والمضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة علامات رفع الفعل المضارع الصحيح الآخر الضمة الظاهرة والمقصود بالضمة الظاهرة أي الضمة التي تكتب وتنطق على آخر الفعل المضارع الصحيح الآخر نلاحظ هنا الفعل المضارع ينتهي بحرف اللام يأكل وأستطيع أن أنطق عليه الضمة أقول يأكل الفعل الثاني ينتهي بحرف الميم أستطيع أن أنطق الضمة عليه وأن أقول يحكم فهنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وننتقل إلى النوع الثاني من المضارع المعتل الآخر وما علامة رفع المضارع المعتل الآخر؟ لدينا علامتان العلامة الأولى وهي الضمة المقدرة للتعذر وذلك إذا كان الفعل معتل الآخر بالآلف مثل يرضى ملاحظ ينتهي آخره بحرف الآلف مثل يرضى وأيضا الفعل يسعى هو من الأفعال التي تنتهي بحرف الآلف وهو من الحروف المعتلة وعند إعرابه نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر النوع الثاني من المعتل الآخر تكون علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل إذا كان معتل الآخر بالواو مثل يدعو أو بالياء مثل يجري فنقول هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة للثقل ما الفرق بين الضمة المقدرة للتعذر وللثقل للتعذر أي استحالة نطق الضمة نجرب يسعى إذا كلنا يسعوا تحولت إلى واو لكن لا نستطيع أن ننطق الضمة هنا يرضى تحولت إلى واو يرضى أو تحولت إلى همزة مضمومة أي إذا كان الفعل ينتهي بألف فهنا استحالة نطق حركة الضمة وبذلك نقول الضمة المقدرة للتعذر وذلك ينطبق أيضا على الأسماء التي تنتهي بالآلف وشكل الآلف في اللغة العربية لها شكلان الشكل الآلف القائمة والآلف على صورة إلياء أيضا الضمة المقدرة للثقل أستطيع أن أنطقها ولكن هناك ثقل في النطق مثل قولنا يدعو أستطيع ذلك ولكنها ثقيلة يجريو أستطيع ذلك ولكنها ثقيلة في النطق فنقول الضمة المقدرة للثقل يجري الولد فلو قلت يجريو الولد هناك ثقل في اللغة العربية في النطق فقالوا الضمة المقدرة للثقل الخلاصة إذا كان الفعل المضارع المعتل الآخر بالآلف نقول الضمة المقدرة للتعذر وإذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء نقول الضمة المقدرة للثقل ننتقل إلى الأفعال الخمسة ما هي الأفعال الخمسة؟ هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة مثل قولنا يحكمان أو تحكمان يأكلون أو تأكلون وتشرحين هذه إذا وجدنا النون في الأفعال الخمسة فتأكد أن الفعل في حالة الرفع فنقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والضمائر المتصل به الواو ألف الاثنين وياء المخاطبة تكون في محل رفع فاعل أو نائب فاعل حسب الفعل وننتقل إلى تدريب على علامات الرفع المثال الأول يقول يعد التعليب من وسائل الحفظ المطلوب هنا هو تحديد الفعل المضارع وتحديد علامة رفعه يعد التعليب من وسائل الحفظ أين الفعل المضارع الفعل المضارع هنا يعد فنقول يعد ما نوعه؟ ننظر إلى آخره آخره حرف صحيح ليس من حروف العلة فما علامة إعرابه؟ نقول يعد 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 إذن أنطق الضم هنا فهو فعل مضارع وعلامة رفعه الضم الظاهرة الفعل الجملة الثانية المشروبات الغازية تضر الصحة أين الفعل في هذه الجملة؟ هي كلمة تضر أيضاً ينتهي بحرف الر وهو ليس من حروف العلة فنقول هو فعل مضارع صحيح الآخر وما علامة رفع صحيح الآخر؟ الضمة الظاهرة أيضاً لدينا فعلان الضمة الظاهرة المؤمن يرجو عفو الله دائماً هنا الفعل المضارع الموجود في هذه الجملة هو الفعل يرجو يرجو هل أستطيع أن أنتك الضمة هنا؟ أقول يرجو فيها ثقل لأن الفعل ينتهي بحرف الواو فهو فعل معتل الآخر وما علامة رفع المعتل الآخر؟ الضمة المقدرة للثقل أنت تحافظ نلاحظ الضمير أنت يأتي مع الأفعال الخمسة التي تنتهي بيها المخاطبة أنت تحافظين إذن كلمة تحافظين هي الفعل هنا وهي من الأفعال الخمسة وما علامة رفعها؟ علامة رفعها ثبوت النون أي وجود النون إذا حذفت النون نقول تحافظي وهذا في حالة النصب أو الجزم فهنا علامة الرفع هي ثبوت النون الولدان يمارسان الرياضة أين الفعل هنا؟ هو يمارسان ونلاحظ أن الأفعال الخمسة تبدأ بحرف الياء أو التاء دائماً حتى لا نخلط بين جمع المذكر السالم وبين المثنى والأفعال الخمسة وما علامة رفعه؟ علامة رفعه وجود النون فنقول علامة رفع أيضاً هي ثبوت النون يسعى الإنسان إلى أن تكون تغذيته سليمة أين الأفعال هنا؟ الفعل يسعى والفعل تكون أيهما مرفوع؟ المرفوع هو الفعل يسعى أما تكون؟ فسبقه أداة النصب أن وسوف نتحدث عنه فيما بعد وهو أيضاً موجود على القناة في درس نصب الفعل المضارع فالفعل يسعى هو فعل مضارع معتل الآخر بالألف وما علامة رفعه؟ نقول الضم المقدرة للتعذر والتعذر هو استحالة نطق الحركة على نهاية الفعل العاقل يهتدي بنصح المجربين أين الفعل هنا؟ الفعل هنا يهتدي فنقول يهتدي وهو فعل مضارع معتل الآخر بالياء وما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضم المقدرة للثقل أرجو أن تكون قد وضحت الصورة وكنت أرجو أن أقوم بإعراب الجمل كاملة ولكن ذلك سيجعل المقطع يطول لا أحب أن أطيل عليكم أظل العلامات الرفع المناسبة للأفعال المضارعة التي تحتها خط معرفة الإسعافات الأولية قد تنقذ حياة الإنسان لدينا في هذا التدريب الضم الظاهرة والضم المقدرة للتعذر والضم المقدرة للثقل وثبوت النون وهذه هي علامات رفع الفعل المضارعة الضم الظاهرة مع صحيح الآخر الضم المقدرة للتعذر مع المعتل الآخر بالألف الضم المقدرة للثقل المعتل الآخر بالواو أو الياء وهنا المعتل الآخر بالألف ولها صورتان أما ثبوت النون مع الأفعال الخمسة تنقذ الفعل تنقذ هو فعل مضارع آخره حرف صحيح الآخر إذن هو الضم الظاهرة الأطفال ينامون مبكرا كلمة ينامون ما نوعها؟ جاء قبلها جمعة فهي فعل مضارع من الأفعال الخمسة وما علامة رفع الأفعال الخمسة نقول ثبوت النون فوائد الفواكه لا تحصى لا هنا هي لاء نافية فهي لا تؤثر على الفعل فالفعل بعدها يكون مرفوعا إذا لم يأتي قبلها أداة نص ويكون منصوبا إذا سبقت بأداة نص فالفعل تحصى هو فعل مضارع معتل الآخر بالألف ونقول علامة رفعه ماذا؟ الضم المقدرة للتعذر الجلوس الصحيح يقي من آلام الظهر أين الفعل هنا؟ هو يقي وينتهي بحرف الياء فهو معتل الآخر بالياء وما علامة رفعه؟ علامة رفعه الضم المقدرة للثقل يسمو ينتهي بحرف الواو فهو معتل الآخر بالواو وعلامة رفعه الضم المقدرة للثقل وأدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا المقطع الخفيف وأدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر